تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن هذا من واجبات الصلاة أن تقول عاقب التشهد وقبل أن تسلم أن تتعوذ من هذه الأربع بعض العلماء يرى أن هذا من واجبات الصلاة وبعضهم يرى أنه من مستحباتها الصلاة فرضها ونفلها وقرن في هذا التعوذ بين فتنتين إن تورط أو حصلت للمرء لا من جات له سبحان الله المحي فتنة الممات وفتنة الدجال الفتنة التي تكون عند الممات يفتن ويموت والعياذ بالله هذا لا نجات له ومثلها تماما فتنة الدجال من دخل في فتنته لا نجات له من دخل في فتنته لا نجات له ولهذا قرن بين هاتين الفتنتين وهما كما يقول ابن القيم أكبر الفتن فتنة الممات بفتنة الممات وفتنة الدجال فتنة الممات وفتنة الدجال أما فتنة المحياء في الأمر سعى قد يتوب الإنسان قد ينيب قد يرجع كم من إنسان يدخل في شيء من الفتن ويهديه الله ويتوب لكن هاتين الفتنتين فتنة الممات وفتنة المسيح الدجال من فتن في شيء منهما لا رجع نسى الله العافية والسلامة